موضوع الكواليتي طبعا بعثنا على من أحسن المختبراتنا كمتخصصة حقيقة بالشعر وسلمناهم المنتج وقالوا لنا خلاص سلموا المنتج ومشكورين مع السلامة احنا ما نبغي نشوفكم مدة ثلاثة شهور ستة شهور لا تراجعون عشان يدرسونا عشان يدرسونا وبعدنا عشان ما يصير اتصال وتأثير على المنتج صح النظام عندهم صراحة عجيب صار نتمنى المختبرات تمشي بهذا السيستم فأخذوا المنتج هذا وبعد ثلاثة شهور طبعا احنا نحطين يدينا على قلوبنا يعني نقول شو يصير ان شاء الله ان شاء الله يمشي ايه والله فطبعا طلبونا هناك طبعا احنا شايفين انه في تأثيرات ولكن علمية محتاجين لها طبعا صح فبعد ثلاثة شهور صراحة دعوني عندهم واستغربت لما دخلت عاملين حفلة وجايبين الناس كلهم اللي جربوا عليهم الشعر ممتطوعين ايه ممتطوعين لان هذا الموضوع طبعا يحتاج للمتطوعين بشر يسمونها فيفو ترايلز ان فيفو ترايلز هذا هو اصعب شيء عادة هم تعرف تجارب الحيوانات والدنيا والقصة الطويلة هذه لا احنا دخلنا داركت على البشر وعلى اللايف على الفيفو ترايلز فعملنا تجربة حقيقة وكانوا موجدين وفرحانين ولي قاعد يبوس لي ولي قاعد يقول قصة كبيرة جدا خاصة الرجال يعني شعب نسولهم شيء طبعا فكان في مفعول وحتى اللي في المختبر الدكاترة العجيب انهم استخدموا المونتج وحتى اللي شغالين كلهم فكل واحد يوني تعال شوف شطير معي فحقيقة كان